ثمن السفير البريطاني لدى البحرين السيد رودي دراموند جهود الحكومة البحرينية والدعم الذي قدمته في المساعدة على نقل نحو 1300 بريطاني من الهند إلى المملكة المتحدة نحن جدا لدى البحرين بحرين المتحدة لدى 1,300 بريطاني بحرين المتحدة ونحن نحن بحرين المتحدة ونحن ناوز المتحدة طرح من 8000 بريطاني بحرين المتحدة من أسيا و من أخرى من العالم أين كانوا يسرعون من قبل المكريس لذلك كانت بحرين مكتباً ونحن مجدداً لذلك كما أشار السفير البريطاني لدى البحرين سيد رودي دراموند إلى أن غالبية البريطانيين المقيمين في البحرين فضلوا البقاء بها وعدم مغادرتها نتيجة لثقة في الإجراءات الصحية التي طبقتها البحرين في مواجهة انتشار فيروس كورونا شكراً لذلك مع بعض الأمدارات الدولة حتى المتحدثات المتحدة في القيامة وقعنا في الانترانات الدولة كبيرة تجعلها أنها كانت تتواجهة وما أنها أشخاص وفوضاً 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 في الهوال والألف المسجرين من المتحدثم في البرنياني برنامي They're very grateful for the flexibility in terms of extending visas and permits. That's been very helpful. Moving a lot of those services online has been very helpful. So I would say that the British community are in good shape. I also know people who are making a really good contribution in the health service here and in other parts of the economy and society and are keeping calm and settled in through the crisis.